أولاً سطح العين عندنا حاجة اسمها القرانية القرانية دي دي العدسة المحدبة اللي موجودة في سطح العين لو نقدر نجيب الموضل هذه العدسة هي اللي تيجي عليها العدسة اللاسقة العدسة دي عبارة عن لها سطح السطح ده يختلف من شخص لشخص فبالتالي يختلف كذلك المقاس العين من شخص لشخص يعني في الناس اللي عندها قصر نظر العدسة دي بتبقى مقارة أو محدبة أكتر من لازم الناس اللي عندها طول نظر العدسة دي بتبقى مفلطحة أكتر من لازم وما فيش عين زي عين في نصف قطر هذه القرانية يعني حتى لأين يمين ممكن تختلف عن عيني أنا الشمال اللي هي في وشي اللي هي في نفس الشخص ولذلك عشان كده احنا دايما بنقول ايه ما ينفعش نروح نجيب عدسات لسقة من عند كفير او من عند بقال او من عند حد بيباعها ليه لان احنا المقاسات اللي هي بيطلق عليها يونيفورسل او تلائم الناس كلها قد لا تلائم عيني وقد لا تلائم عيني الشمال عن عيني اليمين وبالتالي ده بداية او سبب المشاكل وتخيلوا ان احنا عندنا جاكت مقاس واحد المفروض الشعب المصري كله يلبسه ويبقى مضبوط عليه ينفع كلام ده لا يصلح هذا الكلام على اطلاقه العدسات انواع العدسات الاكثر شيوعا والمشهورة العدسات الليينة اللي هي الطريع دي فيها نسبة من الماء من مكوناتها ونسبة الماء دي تتراوح من 40% لغاية 70% على حسب نسبة الماء دي بيبقى فيه نسبة راحة في العدسات ونسبة يقل فيها سمكها من عدسة لاخرى وبنكتبها فيه احيان كتيرة لاشخاص على حسب اختياجهم على حسب درجة جفاف عينيهم على حسب عندهم مشاكل فيه سطح العين ولا لا سنهم الاطفال غير الكبار وهكذا نسبة الماء بتختلف من عدسة لعدسة وخدوا بالكوا ان نسبة الماء دي هي اللي بتمسك وتلتأم وتلتحم مع المواد الحفظة اللي موجودة في الاطرات يعني اما اجي حط اطرة الاطرة بتروح دخلها جوه نسيج العدسة تعوض نسبة الماء دي وتمسك فيها ويبقى العدسة كانها خزان للاطرة مش خزان للاطرة بس ده خزان كمان للمواد الحفظة اللي موجودة جوه الاطرة خدوا بالكوا برضو ان الاطرات اللي بستخدمها احنا بستخدمها لمدة شهر دايماً كده يقول لك ما تفتح القطرة ما تزودش عن شهر والميها ليه؟ إن المواد الحافظة لجوه القطرة بتحافظ على المادة الفعالة ضد التلوث الخارجي لمدة شهر بعد كده بتتكسر وبتروح فلو إحنا ركزنا هذه المواد الحافظة جوه العدسات يبقى أصبح العدسة كمخزن المواد الحافظة المضرة والضارة لسطح العين حيجلنا حساسية 100% يعني طبق على ذلك الكلور اللي موجود في حمام السباحة ينفعش نلبس عدسة لسقة وننزل لهم بيها في حمام السباحة لأن عدسة لسقة حتجمع المواد الحافظة اللي موجودة في حمام السباحة وهذه المواد الحافظة ضرر شديد على العين يبقى منوع تماماً نلبس عدسة لسقة وننزل بيها حمام السباحة أو نحط عليها أطراط ودي معلومة في منتهى الأهمية الصورتين الجايين دول صور العدسات اللينة اللي هي الشفافة اللي هي البصرية دي العدسة الملونة في صورة قبلها للعدسة الشفافة والعدسة الملونة الحقيقة لها أشكال ولها أنماط مختلفة دلوقتي المادة الملونة بتضغط جوه الماتيريال اللي هو البوليهيمة بتاع العدسات اللينة ده نوع آخر من العدسات لو تاخدوا بالكو هنا قطر العدسة أصغر من قطر القرانية ودي العدسات الصلبة والعدسات الصلبة الحقيقة لها استخدامات مميزة تاني هي في أن هي بتعالج تشوهات القرانية الناس اللي عندها قرانية مخروطية هي اللي بتاخد بالها أو بتشوف أفضل ما يمكن بالعدسات الصلبة اللي هي بتبقى مادة من مشتقات يعني مادة بلاستيكية كده خاملة تماما لا تتفاعل معلين ولكن هي صلبة صلبة عشان ما تاخدش شكل الانبعاج أو التعوج أو الانخراف بتاع القرانية العدسات اللي هنا زي ما قلت لكم كده بتصلح أخطاء الانكسار لو هي شفافة لو هي ملونة ودلوقتي طبعا يعني بتشوف دايما السيدات والأنسات كده لابسين العدسات الملونة اللي بتضيف يعني بعض الجمال يعنيهم والرونق واللون اللي بيختلف في الحقيقة من شخص لشخص الحقيقة اللي عايزة أقول لكم في هذا الموضوع إنه هو ممنوع تماما مش بس بقوة الأخلاق الطبية لكن بقوة القانون المصري اللي هو من أقدم القوانين اللي تعاملت مع هذا الموضوع على عدسات اللاثقة اللينة أو الصلبة إنه هي إنه نروح عند الكوافر ونجيبها أرجوك يا جماعة يا بنات يا بنات يا 14 و16 ياللي صاحبتكم وعزماكم على فرح أو خطوبة خطوبة اختها أو مناسبة للتخرج وإحنا النهاردة حلوين وراحين عند الكوافر أرجوكو أرجوكو ما حدش يفتح الدرج ويطلع لكم لونين عدسات عشان تغيروا عنيكو ليه؟ لأن معدى لا العدسات مناسبة لكم ولا إداكم تعليمات الأمان اللي حنقولها دلوقتي في الحلقة ولا إداكم إزاي تحافظوا على عدنكم جنب العدسات فأرجوكو ما فيش حاجة اسمها كده ما فيش حاجة اسمها حد يروح يشتري من الصيدلية ممنوع بقوة القانون المصري العدسات الطبية والملونة هي مواد طبية لا يجب صرفها إلا بوسط الطبيب متخصص يعني دكتور عيون معا ماجستير أو معا دكتوراء متخصص مش حتى دكتور عام فليه؟ لأن الموضوع زي ما قلت لكم احنا بنفحى صلايين بنشوف احتياجاتها بنشوف تحدي بالقرانية بنجيب المئاس المناسب بكل مريد بنديله مجموعة من التعليمات المهمة اللي حشان يحافظ بها على عينه فيعني المفروض حقيقة المنشآت التي تمارس ده محلات النظرات الصيدليات اللي بتبيع يعني جهارا كده العدسات اللي هنا الملونة اقول لك ايه يعني؟ لا يعني كتير سوء استخدام العدسات اللي هنا او غيرها يؤدي الى فقدان الابصار والعمى الكلي فبالتالي وزارة الصحة المصرية والقوانين المصرية تحرم وتجرم ذلك والحقيقة انا بقى ما نقاشد وزارة الصحة ان هي تفعل القوانين وتقفل صيدلية واحدة بس لو راحت لمحل نظرات واحد او صيدلية واحدة وقفلتها بقوة القانون الكل فعلا حيحافظ على ده وفعلا حنمنع عمليات زرع قرانية لجمهور كبير جدا من الشباب المتقتلع والقادم للحياة ويحزنني جدا 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 ان هي احنا في 2016 مرتين في الشهر تيجي بنوتة صغيرة دايما معظمهم بنات 14-15-16 سنة جات خارجة في مناسبة الكوفير ادها العدسات او راحت على الصيدلية او راحت لمحل النظرات وادها العدسات وراحت باتت بيها واملت فيها وجات بقرحة في القرانية ادت الى فقدان الامصار ويا الحقنا العين دي يا ما الحقناش العين دي السيدة فوزية عندها